أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها لأي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح الفلسطيني أو محور فلاد الفيع وأضف المصدر أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة ما يتوافق مع أمنها القومية وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هذا وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمنية المصرية يبذل قسار جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين وينسق الجهود مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية